معكم مرة تانية ولست مكملين مع بعض في قراتنا النهاردة في نهارك سعيد والحقيقة المشهد السياسي في مصر مخيف في الوقت الحالي غير مفهوم بالمرة كمان في الوقت الحالي والحقيقة يعني في حاجات كتير جدا وهي هي نفس الأحداث اللي همانا كلنا إذا كانت انتخابات إذا كان العنف إذا كان اللي حاصل عند مجلس الوزراء إذا كان كل الأوضاع اللي كلنا مش فاهمين هي ليه بتحصل وما فيش أي ردود بتوصل لنا عن كل اللي بيحصل ده النهاردة هيكون معنا دفنا الأستاذ كامير ريان نائب رئيس تحرير جريدة الأحرار صباح خير فندم صباح خير أهلا بحضرتك منوّرنا الله يخلّو خاني بتدي في نهار حالك سعيد يا ربي يعني هي أمنية أكتر منه اسم برنامج يا رب نهار سعيد نحن كلنا محتاجين الاسم ده دلوقت يا ربي يا بنار سعيد شاء الله عايزة بتدي بأنه مفودنا متوقعين مؤتمر صحفي لدكتور مالك جنزولي هذا تم الإعلان عنه بشكل مفاجئ إنما المؤتمر ده بالذات بتاعت الدكتور كاميل جنزوري يعني تم الإعلان عنه وأنا جاي دلوقتي أنا يمكن بتابع شؤون مجلس الوزراء وأنا جاي لكم دلوقتي جال اتصال إنه في مؤتمر الساعة 11 ايه بعدين ما رويت عن مؤتمر يمكن هم ما قالوش ما أفصحوش لكن إحنا من خلال يعني متابعاتنا سياسية ومن خلال متابعات المجلس الوزراء أقدر يعني أتوقع يعني هيتكلم طبعا في الأحداث العامة يعني معرفش هل هو عنده جديد في التحقات اللي بتتم دي بس ما أعتقدش أنه هو الجهة المنط بها ده لأن الجهة المنط بها النيابة العامة يمكن هيتكلم عن التحذير اللي إحنا سمعناه بتاع أن فيه حدث مخطط لحاجة 25 نيار يمكن هيتكلم عن الحاجات الاقتصادية وضرورة إنقاذ الوضع يعني يمكن هيتكلم عن يعني يوجه رسالة للناس يهدي الأوضاع اللي كانت الفترة اللي فاتت يعني حاجات كثيرة طبعا متوقع أنه يتكلم فيها وحاجات كلها طبعا بتهم كل مواطن مصري وربنا يسهل يعني الأحوال تهدي يعني يكون في حاجة جديدة مباشرة على الأقل تجيب عن التساؤلات المطروحة اللي ملهاش إجابات يعني نحن مش رأي لها إجابات ده مربط الفرس وإحنا إمتى فإندم هنبقى في انتظار المؤتمر الصحفي مش هزيني صادر على حاجة بس إمتى هنبقى بنشوف مؤتمر صحفي لرئيس وزراء أو رئيس دولة قريب لنا كده وبيكلمنا أكين واحد مننا وفي الآخر هو مواطن من مواطنين إمتى هتحس بداه؟ يعني هو أنا عايز أقول أنه هو الرجل فعلا بيتكلم بشكل بيحاول يقرب من الناس إنما إحنا في فترة فترة غمضة فترة للأسف محدش بيصدق حد فترة كل اللي بيختلف مع واحد بيخونه فترة كل يعني أنا دلوقتي وأنا جاي قدام حاجتين يا هتكلم هعرض الدكتور جنزوري وهدي فيه وهالاقي ناس مؤيدة ليا جدا بره ومبسوطة مني يا إما وفي ناس طبعا تاني هتبقى معرضة ليا ومدائقة مني يا إما هقول لا ده الدكتور كمال جنزوري أنتقده وده مش الحكومة ولازم يمشي هلاقي فيه ناس بتسقف لي وناس بتحجمني مع أن المفروض إحنا لا يبقى الموضوع كده ولا كده الدكتور كمال جنزوري راجل يمكن كان مناسب للمرحلة دي مش كشخص إحنا المرحلة دي محتاجين حاجتين فقط محتاجين الأمن والاقتصاد حد يرجع لنا الأمن في الشارع وحد يرجع لنا عجلة الاقتصاد تمشي لأنه ولتني مرتبطين بعض على فكرة يعني أولا من غير أمن ما فيش مصنع هيشتغل يعني المصنع اللي عمالت تتعرض لهجوم وناس بتقتحمها وناس كاسمها مش عارفة تشتغل بدون أمن دي غير أمنين إحنا كمواطنين في الشارع محدش عارفة يمشي ناحية التانية لو الاقتصاد منهار والاقتصاد للأسف اللي اقتصاد المصنع في وضع سيء حاليا جدا بعد شوية هتبدأ تحصل أزمات يعني ما فيش فلوس ما فيش احطات نقضي بعمل يتعاكل مش هنقدر نستورد السلع اللي احنا ما عندناش مزيد منها معنى كده أن السلع هتقل هيتبقى فيه سودة هيتبقى فيه طوابير على الجمعيات هيتبقى فيه سلع تختفي ده ينتج عنه والسلع طبعا أسعرها تتفع ده ينتج عنه أن فيه ناس أكتر مش هتقدر تشتري كل اللي مش هتقدر تشتري السلع هيروح يعمل بلطقة وهيعمل برضو نهير أمن تاني فهي حلقة احنا لازم نطلع منها ولازم نفكر بالعقل شوية يعني القضية دلوقتي يعني حكومة الجنزوري حكومة كل هدفها الأمن والاقتصاد لجاح لحكومة سياسية ولا مطلوب منها تعمل لنا حاجة سياسية ولا مطلوب منه يعمل أكتر من الحاجتين وهي ليها فترة محددة وفترة محددة يعني اه يعني هي بالكتير ست سبع شهور يعني أنت عندك انتخابات برلمانية وتعقوبها انتخابات رئاسية ده إذا ما تتعدلش لأن احنا دلوقتي فيه كلام عن انتخابات رئاسية تتلغي ورئيس مجلس الشعب هو اللي تولى الرئاسة مقاقتا ونبدأ نجهز انتخابات من جديد وكده الله أعلم يلا يحصل وفي كلام يبقى انتخابات رئاسية في يناير اه ما هو ده اللي بقوله اه وفي كلام بس طبعا حتة انتخابات في يناير صعبة يعني هو يمكن الحل اللي ما ترح شوية ممكن يعقل أن لما يشكل مجلس الشعب يجر رئيس مجلس الشعبي يتولى شؤون الدولة بحكم الدستور يعني والغاية ما تبقى فيه انتخابات إنما في كل الأحوال حتى لو ما تعملش السيناريو هين دول المجلس الأعلى السيناريو هو الأديم الموجود لغاية دلوقتي إن المجلس الأعلى قوات المسلحة هيسلم السلطة في شهر ستة من هنا لشهر ستة هتبقى فيه انتخابات وفيه التجهز وفيه كذا فاحنا مشغوليا وعايزين نرجع الأمن ونرجع الاقتصاد فنتكلم في ستة شهور ستة شهور هيبقى عندنا رئيس الرئيس هيبقى يقدر يجيب حكومة بقى مناسبة للشعب بعد بناء على نتيجة الانتخابات هيختار شخصيات مناسبة فاحنا بحتاجين صبر ستة شهور فقط مش أكتر يعني والحكومة دي مش مطلوب منها إلا في الستة شهور دي الأمن والاقتصاد مش مطلوب منها أكتر من كده طيب حدثك شايف إنه طبعا زي ما حدثك عارف أكيد إنه بكرة فيه مليونية بتحصل لهم اتنين يعني اللي هي واحدة في العباسية وواحدة في التحرير في ناس كتير شايفة إنه محتاجين هدنة ومحتاجين مصر محتاجة هدنة شوية ده صف ياريت نوقف كل مطالبنا ونوقف كل حاجة ونفكر بقى في مصلحة بلدنا أيوة وفي ناس شايفة إنه لأ يعني لازم يكون في رد على اللي حصل ولازم يكون في رد للحصل من الناحيتين يعني هم شايفين في ناس متعاطفة ومع المجلس العسكري وفي ناس من الناحية التانية شايفة إنه لأ اللي حصل ده غير مقبول من المرة ومش هنسقط على اللي حصل ده أولا الحاجة يعني السلبية إنه إحنا بنتكلم كفرقين زي كأنه كفرقين كورة وده ينتصر وده ينتصر ومين الغلطان ومين المش غلطان القضية مش كدة القضية إحنا في وطن الوطن كلنا في مركب واحدة المجلس العسكري والمواطن والتاع الأمن والتاع الجيش والسائر كلنا في مركب واحدة كلنا مصريين ماشي قد نختلف في الأفكار قد نختلف في الطريقة إنما يعني الأحداث اللي حصلت للفترة فدي فيها أخطاء أخطاء من كل الأطراف على فكرة يعني أول حاجة أنا متظاهر مشغل على حكومة الجنزور حقي حقي أعتظاهر وحقي أعتصم محدش يقدر ينقيشني فيه إنما حتى في أعتى الدول في الحرية الحقي ده مقدس بس برضه مقدس جنبه إنك متعتدش حق المواطن التاني يعني أنا أعجب في مدان التحرير وأعتصم وأرفع مطالبي وكده بكام كله إنما ليس من حقي أقطع شرع الأصر عيني ومش بس المتظاهرين أو المعتصمين التحرير تادي المظاهرات الفئوية يعني كل ما تظهر مش عارفنا عمال في شركة اتأخرت رواتبهم شوية أو ناس عايزين يتعينه يروح أول حدا يفكر فيها يروح يقطع طريق يقطع كبري عشان بس الحوار ما ياخدناش في السكة يعني خليها بقى في وجهة نظر الناس التانية علشان بقى بنعمل حوار بس ما نبقاش منحزين لحاجة يعني أنا كمواطن عندي طلب وما عنديش آلية إن أنا أعبر بيها عن رأيي هعمل إيه غير إن أنا أعمل مظاهرة أو أعمل اعتصام قبل ما أمنح لازم أمنح يعني قبل ما أقولك أنت ما تعملش كده لازم أبديلك بدايل وقاليات أخرى عشان تردوا كده تمام لو ما عنديش دايلة خلاص كل اللي بتقوليها أنا متافق فيه تماما على الفكرة تمام أولا أي حد عنده مطلب أولا فيه ناس كتير عندها مشاكل طبعا والسنوات اللي فاتت خلفت مشاكل كتير عند الناس مشاهل اقتصادية وناس تعبانة وناس عايزة تتعين وناس مرتباتة مش مكافية طبعا وفيه ظلم وفيه فساد كل دا إحنا مقرم بيه مجتنعين بيه ولازم يصلح ولازم الجزء دا كله يتهد إحنا بجمنا نتكلم يعني إحنا بجمنا نختلف على دا إحنا بنختلف على إزاي بنعمل دا يعني بمعنى إيه أنا من حق أتظاهر ومن حق أبين أن أنا مظلوم ومن حق أعمل كذا بس أنا دلوقتي لو في شركة وعمال الشركة دول عايزين يتظاهروا وعندهم حقوق وحقوقهم واجبة ومطلوبة هل الأولى أنه يدي فرصة شهر ما هو دلوقتي ما فيش حاجة تصلح في الساعة دي ما هو دلوقتي أنا دلوقتي وإحنا دلوقتي بره وفي الشارع والشركة مش شغالة والدنيا مش شغالة على فكرة أنا لا بدافع الحكومة ولا بدافع أفن ما هو أنا حضرتك بتقوله أيضا مفهوم بس هو ندي فرصة دي إحنا بقالنا 11 شهر في فرص إيتاني 11 شهر حضرتك أنا صحفة مجلس وزراء 11 شهر كلهم كلهم اعتصامات قدام مجلس وزراء أنا عايز أقولك أننا دولة دولة بقالها 11 شهر في الشارع دولة بقالها 11 شهر ما انتجتش دولة بقالها 11 شهر ما اشتغلتش دولة بقالها 11 شهر ما حادش خد قرار فيها وأنا ممكن أقولهم يعني ده سوق شعب ومسوق إدارة لا سوق لاتنين لا أنا مش عايز أقول سوق شعب لا هو سوق إدارة وأنا معاك فيها ولكن الإدارة بدا تزرع وبتتحجج وتبرر ده بأنها مش عارفة تشتغل والدنيا كلها في الشارع احنا محتاجين نوصل لحل قد الحكومة دي مهلة شهريا وعلى فكرة الجنزول نفسه قال لديني مهلة لغاية آخر يناير وقال حضرتك دلوقتي فيه مشكلة انت بتقول لي الديني مهلة أسبوع أحلها لك ولا نفضل نتخانق في الشارع أنا وانتي لا يا فندم أنا مش عايزة أبقى ضد لحدك بتقوله بس أنا محتاجة أعرض وجهة نظر الناس التانية نفس الحكاية هو نفس الحكاية الخطاب لم أكن أنتوي اللي قال أنا هموت وعيش في ترابو مصر الرئيس السابق أو المخلوع كما يحلوا لنا تسميته وقال الدوني لغاية شهر تسعة الناس قالت يا جماعة دول غاية شهر تسعة وبعدين في الآخر تم رحيله في فبراير جي بعد كده حكومة تانية قالت الدوني فرصة لغاية ما عافش ما حصلش أي إنجازات أنا هدي فرصة لما حسن فيه إنجازات ده واحد اتنين لما بقولك إمتى هتلع لنا رئيس رئيس الوزراء يقول ويكلمنا بلغتنا إنتلع أقول يا جماعة أنا مشاكلي واحد اتنين ثلاثة أربعة واحد هعمل فيها واحد هعمل فيها واحد اتنين ثلاثة أربعة ومحتاج من نكو كذا يعني نحس إن إحنا ده شخص بيمثل كل واحد فينا طلع قلد ده أنا لأسف أنا مش عايزة تحطه في موقف لأن أنا إيه أنا لازم متحذز باسم الحكومة وليه مصلحة دافع مفهوم طبعا أنا بتكلم بمنطق وطني بحث أنا بتكلم بمنطق وطني بحث وأنا يمكن أكتر ناس ممكن في مقالاتي وفي الشغل بنتقد الحكومة والكلام ده كله لا هذا مش هدفي نحر حكومة كده يعني لا لا وأقول لحظك حاجة القضية دلوقتي يعني ما أسهل والأسف بيشوفه في الإعلام كتير الضيوف اللي بيجوا ما أسهل إن أنا أركب الموجة والثورة وده غير مقبول وده غير مقبول لا مقبول كده ولا مقبول كده لا مقبول نحزل الحكومة بشكل كامل والحكومة كلها كويسة ولا مقبول نحن نقول لحاجة يعني يعني السور أكيد اللي عملوا حاجات قدام مجلس فيهم ناس ناقية وفيهم ناس فعلا شباب في منتهى يعني الحب للوطن والعشق للوطن وعايز يعمل حاجة كويسة لكن لا يمكن إنكار إن ده ستفصتهم ناس ثانية أصلي ده مدام مفتوح مدام مفتوح مدام مفتوح وارد إن المدان ده دخل فيه بقى اللي هو قعد على القهوة ومش عايز يشتغل دخل فيه اللي مش عارف يعمل ايه ما هنمسيكه ازاي يعني قد يكون قولي مثلا نسبة السبعين في المية منهم ناس عاشقين لبلده شباب عاشق لبلده ومش عايز يضر ومش عايز يخرب فيه سبعين في المية إنما لا ينفي إن في وسط المدان ده أصلي ده مش جهة لها أمن ولها بتاعدم ده اللي خرب ده بقى مصلحته اللي خرب ليه مصلح تانية قال فيه جهة فيه ناس تانية خربت ده لا عايز مصلحة البلد ولا عايز مصلحة الله وفي المقابل الآخر عشان ما نباشي بنعمل كده يعني الحادثة بتاعة المجلس ووزر أولا يعني أنا مش معا إن يقفل مقرر حكومة تماما طبعا يعني بحادش يقبل ده بحادش يقبل إن الحكومة مش عارفة تخش للمقرر بتاعها يا جماعة أقر تماما وأسلم بحق التظاهر وأسلم بحق الاعتصام وأسلم بعدم التعرض للمعتصمين وأسلم بحق عدم التعرض للمتظاهرين وأسلم بحمايتهم وأسلم بالاستماع لمطالبهم وأسلم بالضرورة الاستجابة لهذه المطالب في أسرع وقت كل ده مسلمات وفي نفس الوقت على الجانب الآخر أسلم أن هناك قانون لتنظيم المظاهرات أنه لا ينبغي ولا يجوز أن نغلق مقرر حكومة ولا ينبغي ولا يجوز أن أغلق شرع الأسرعين وشرع الرحال وأعمل الأزمة اللي في البلد دي أنا دلوقات عشان رقمشور شرع مجلس الوزراء على فكرة شرع الشيخ الحين كان مفتوح وشرع الأسرعين كان مفتوح أنا أتكلم على الوضع اللي وصلنا له ولا أسلم أبدا وأنا مش بقول ده على المتظاهرين على فكرة لا هنفق المتظاهرين ولا هنفق الحكومة أرجوك إنما لا أسلم أن يخش ناس ما نهومش علاقة لا بالمتظاهرين ولا بالمعتصمين ولا بالسوار وناس دخلق وده واحق إيه أنت لا يكون مجاوم مفتوح الناس هتخش إنه حد يدرب على المجمع العلمي وعلى كذا لا أسلم أن حد يبقى بيرعب كرة قدام مجلس الوزراء وتخش الكرة لمجلس ينط السوري يجيبها يعني برضو مجلس الوزراء مش خرابة يا جماعة دمهاب الدولة ووضع دولة يعني إحنا مش خرابة نط يجيب الكرة مننا إذا حضرت الكرة بقنا كلنا في ملت تاني يعني ما ينفعش الحتة دي ولا أسلم في المقابل التاني إن الدخل يتضرب وأي ضرب ده جريمة ده يعاقب وده يعاقب يعني حدتك شايف إن كل الأطراف وقع في أخطاء كل الناس بتغلط كل الأطراف الحكومة بتغلط والشعب بيغلط لا مش الشعب على الفكرة مش عايزة أقول الشعب الشعب لا فيه فئة اللي هي ندست اللي هي ما عنداش على الفكرة فيه فئة ولتكون عشر في المية من الموجودين لا معدهمش وعي سياسي ففهم الحرية غلط فمثلا ميجي يقتحم مجلس الوزراء يعني مجلس الوزراء ده مش خراب أنا عايزة أقول حاجة لو قدام البيت الأبيض وقعت كرة في البيت الأبيض الناس بتلعب كرة طبعا في ساتة بتلعب كرة اي وحد رح نط نط البيت الأبيض لا يا فهلا عاشم ما عاشم قارن بس البيت الأبيض مجلس الوزراء أصلا لأنه ده بلد الحرية هاي لا لا سانيا وقت فيه آليات وخط طويل من الإجراءات قبل ما الناس تروح تعتصم عند أنا معاك أنا بكلم على الواقع أنا عارفة اللي هيحصل هناك إيه اللي نط ده مش هيساب بس مش هيضرب لما يموت مبدئين هيروحوا حاجزينه ويحولوه للتحقيق يحققوا معاه يشوفوا عقوبته قانونيا إيه إنما واحد ينط زي ما كنت بنط في خرابة واحد واحد تاني روح مستقبله جوه هاي واحد تاني مستقبله جوه روح يعدمه من الضرب إحنا فين إحنا فين ده غلطان وده غلطان لابد لابد لطبق قانون ولا بيطبق قانون